أكتبس بعض كلمات قالها عليه البابا شنود الثالث بعد أن يحتب سنة بيقول أنه تتلمز على أكبر أستاذ في كتب الوحدة وهو ماري إسحاق كان يحب ما كتبه يقرأ كلماته يحفظها وينسخها على ضوء شمعة أو ربما لمبتجاز لم يخرج إلا للضرورة القصوى فهو تعلم الوحدة الانسلاخ من الكل للارتباط بالواحد كان يعهد إلى الله بحل مشاكله في القدسات والصلوات هو لا يسعى للمجهودات البشرية ولا يخطط كالبشر كان يشعر أن معونة الله أقرب إليه من كل ذلك أعطى مثلا في حياة التأمل والخدمة والحكتين دمع بينهم صعب خدم الكنيسة بأقصى ما يستطيع واختلى لنفسه وأخذ من التأمل والوحدة قدر ما تعطيه إمكانياته ووقته ترجمة نانسي قنقر